مبارك الجميل يعني أذكر أن بعض الناس يقدم مال يتفاجأ بعد 20 سنة أن هذا المال اللي يقدمه الدعم لهذا الجمعية وهذا اليتيم يتفاجأ يلقاه بعد 20 سنة الدكتور في أحد الأماكن هو كان السبب هو كان السبب أنا كل ما قلتها في بداية الوقف في بداية اللقاء اللقاء الأول وقلتها والله لا أجاملهم لكن فعلا هم خرجوا بتصور جميل الرعاية الشاملة لليتيم الرعاية الشاملة لليتيم قضي مين قضي تأكله وشربه لا يرعون هذا اليتيم في جميع شؤون حياته حتى كما قلنا يستكفي بنفسي ويصبح لبنة بناء في هذا المجتمع يذكر أحد الدعاء أنه حضروا عنه مجموعة أيتام فطبعا سلموا عنه ثم خرجوا فبقي آخر واحد طبعا اللي يكلمني الداعية عبدالله بانعمة خلنا أقول اسمه فقط اسمه تعرفون الداعية عبدالله بانعمة يا الله يمسي بخير كاتاب عني يقول زاروني حوالي خمسة وعشرين شاب يقول ما أدري منهم جاء زاروني سلموا علي بعدما سلموا علي خرجوا إلا واحد تأخر يقول فقال لي يا عبدالله شفت أن هذا لكلهم ترى كلنا أيتام أيتام وقال كلام مبكي يقول أتمنى يعني أعرف من أمي وأبوي تدري ليه قال ليه قال شانا أقتلهم هم السبب إني قدمتي لهذه وقام يتكلم كلام مؤلم جدا يتكلم فيه عن هذا المجتمع وأنه يكحس بالكره والبغض لماذا قد يكون وجد من احتواء في أكله وشربه لكن الرعاية الكاملة في الدراية في الدراسة في الأخلاق المتابعة حتى في أبسط أمور الترفيه فهذه الجمعية جمعية أملج أبطال أملج وحتى يكفيك المسمد أنا أصمخ مع المسمى حتى أبطال أملج يزرعون فيهم التفاؤل والعزة والرفعة من نعومة الأظفر أبطال أملج ثم يعطونك هذا البرامج ثم يعطونك هذا الوقف الرائع في أفضل مكان وكما قلت هذا البشر اللي يعطونا إياها الليلة الجميلة أنك تكفل أيتاما مدى الحياة كلما كبر هذا اليتيم واكتفى بنفسه انطلقت رعايتك مع يتيم آخر ويتيم ثالث ورابع وخامس وانت إذا الله أخذ منك الأمانة كما يقال أنت في قبرك لك عشرات السنين وكفلات الأيتام وراك تأتيك والحسنات وراك تأتيك أسأل مولى عز وجل بأسماء الحسنى صفات العنى أن يثيبهم على هذه الأفكار الرائعة المتميزة ولا بد من المساهمة ولا بد ألا قلت من ديك ريوز قبل شوي قالها أخون الغالي بس نراح يقول ثلاثمائة تصرفها أنا قلت لا آلاف آلاف تصرفها في ثانية ساعات ثلاثمائة ريال قدمها في عشرين ثانية في عشرين ثانية زي ما قال ولدي ثلاثمائة راحت لكنها راحت وين هناك عند المولى عز وجل الذي سجلها لك ونرجو أن يكون كتب لك رفقة النبع السلام ثم كانت هذه الحسنات العظام والكفلات تأتيك الرسول على السلام وأختم بهذا الحديث ونقوم صلي يقول يقول ابن آدم ما لي ما لي ما لك فيقول الله رسول السلام يقول وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت هو اللي بيروح أما ما في شيء يروح معك لك من مالك هذا شيء يروح تكرمون وشيء بيبلى اللي تتصدق به هو اللي تقدمه هي هو اللي بقالك إلا ما تصدقت فأمضيت فكما قلت نري المولى عز وجل من أنفسنا خيرا في هذه الليلة بهذه البشرة الجميلة العظيمة أتوقع طب حسابات الجمعية يقولون منشورة وتعرفونها الليلة الليلة لا تضيعون الفرصة كفالة أيتاما ما أقول يتيما لا كفالة أيتاما مدى الحياة أسأل مولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى الحي القيوم ذا الجلال وإكرام مالك الملك أن يخلف على من قدمه وبذل اللهم من قدم ومن بذل ومن أنفق أخلفه خيرا أخلفه خيرا أخلفه خيرا وضاعف له الأجور يا عزيز ويا غفور اللهم اجعله في رفقة نبيك عليه الصلاة والسلام في تلك الدار التي في أمال عينه الرأت ولا أذنه سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد للرب العالمين صلينا صلينا سبحانك اللهم حمدك نشهد اللهم استفراته بلك اليوم حاولنا نوصل رسالة ولعلها وصلت الرسالة وصلت هذا ديننا هذا ديننا دين اليسر والسماحة